خش يا شباب على الموضوع على طول النهاردة هرجالها هكلمك على الباب الاول او بالاخر هنلخص الباب الاول طيب بص يا برنس الباب الاول في المنطب يكلمك عن حاجة اسمها لاستدلال الاستقرار وتطبيقه في العلوم الطبعية هي العلوم الطبعية بسرعة كده العلوم الطبعية هي العلوم الاحتمالية الترجحية اللي هي العلوم العلمية العلوم النسبية عكس العلوم الرياضية اللي هي العلوم اليقنية الثابدة المطلقة فالعلوم الطبعية هي علوم متغيرة زي مصطر زي علم مثلا علم الفيزياء علم الكيمياء علم الأحياء علم الفلكاء وهكذا بعد كده شباب هنجري على تعريف علم المنطق يعني ايه منطق المنطق هو علم يعتم بوضع القواعد العامة للتفكير السليم عشان يخليك تميز ما بين الأدلة السليمة والأدلة غير السليمة الأدلة الكافية والأدلة غير الكافية بعد كده يا رجالة هكلمك عن حاجة اسمها منطق استنباطي ومنطق استقرائي المنطق الاستنباطي يا شباب هو العلم الذي يتناول التمييز بين الحجج الصحيحة والحجج الباطلة طب يا شباب يعني كلمة حجة الحجة هي مجموعة من المقدمات يطلق عليها قضايا تلزم عنها نتيجة فالشكل اللي جاي ده يا رجالة اللي هو مقدمة سائد مقدمة تلزم عنها نتيجة الشكل ده كله بسميه حجة فالمنطق الاستنباطي بيتناول التمييز ما بين الحجج الصحيحة والحجج الباطلة طب إمتى الحجة تبقى صحيحة وإمتى الحجة تبقى باطلة الحجة يا شباب بتبقى صحيحة أو لذمت النتيجة عن المقدمات يعني الكلام ده يا مستر تامري يعني لو اللي موجود في المقدمات نزل في النتيجة أصبحت الحجة صحيحة صحيحة طب لو اللي موجود في المقدمات ما نزلش في النتيجة أصبحت الحجة باطلة طب بديني بسال اقول لك مثلا تامر موجود في المقدمة الاولى اسم تامر واسم تامر موجود في المقدمة الثانية ونزل في النتيجة كلمة تامر او اسم تامر ازا الشكل ده كله التلات حاجات دولت اللي هو المقدمة مع المقدمة مع النتيجة هنا اللي حصل يا رجال لذا متى النتيجة عن المقدمات اصبحت الحجة صحيحة طب لو افترضنا جدا لنا ان تامر في المقدمة الاولى وتامر في المقدمة التانية نزل في النتيجة كلمة هي ثمة هنا لم تلزم النتيجة عن المقدمات اصبحت الحجة باطلة نخش بسرعة على المنطق الاستقرائي المنطق الاستقرائي يا رجالة اللي هو بيتناول التمييز ما بين الحجج القوية والحجج الضعيفة فهنا المنطق الاستقرائي يا جماعة بيخلي تميز ما بين حجة قوية وحجة ضعيفة طيب السؤال هنا امتى الحجة تبقى قوية السؤال اللي بقاديه بسرعة امتى الحجة تبقى ضعيفة هقول لك باشا الاجابة في اللحظة في منت الحجة تبقى قوية لو عدد المقدمات كبير او كتير يعني مثلا الحديد تمدد بالحرارة النحاسية تمدد بالحرارة الصفيحية تمدد بالحرارة الاقصدير تمدد بالحرارة الناس تمدد بالحرارة اذا كل المعاني تتمدد بالايه بالحرارة اصبحت الحجة قوية ليه خوية. لان عدد المقدمات بتاحها كبير. طب امتى الحجة تبقى ضعيفة? الحجة تبقى ضعيفة لو عدد المقدمات قليلة. لما اجا اقول لك مثلا الحديد يتمدد بالحرارة. اذا النتيجة ايه? كل المعادن تتمدد بالحرارة. اصبحت الحجة هنا ايه? حجة ضعيفة. ليه يا مستر توني ضعيفة? لان المقدمات قليلة. واخد بالك في فرق تاني يا شباب. ما بين المنطق الاستنباطي والمنطق الاستقرائي? المنطق الاستنباطي يا شباب بيرتبط بالتفكير العقلي. اما المنطق الاستقرائي فبيرتبط بالمادة بيرتبط بالواقع الفعلي. طب تعالي بينا بقى نفرم بين الحجة والاستدلال. يعني كلمة حجة. الحجة هي مجموعة من المقدمات. يطلق عليها قضايا. تلزم عنها ايه? نتيجة. فالشكل المسلس ده يا شباب اسمه ايه? اسمه حجة. فالاستدلال يا شباب هو عملية عقلية نستخلص منها نتائج. او يا شباب مجموعة من المقدمات تلزم عنها نتيجة. حد هيسألني السؤال زكي لو لبي محوري. يا مستر تامر ما كده? الحجة شبه الاستدلال. ايه الفرق يا مستر توني ما بين الحجة والاستدلال? والاتنين مجموعة من المقدمات تلزم عنها نتيجة. ايه الفرق ما بينه? اقول لك يا برينس ايه? الاستدلال هو عملية عقلية نستخلص منها نتائج. فالاستدلال يا شباب بستخدم معاه علم الاستنباط. اما الحجة فبستخدم معاها الاستنباط والاستقراء. يعني بستخدم يا شباب مع الحجة الاستدلالات الاستنباطية. وكمان بضيف لها الاستدلالات الايه الاستقرائية. اما الاستدلال فبستخدم معاه الاستنباط فقط. نروح بقى يا شباب بسرعة على الاستدلال وهنقسمه حاجتين. هنقسم يا شباب الاستدلال دوت الى نوعين. استنباط واستقراء. طب يا شباب ايه الفرمة من الاستنباط وايه الفرمة بين الاستقراء. بص بابرنس. الاستنباط زي ما اوتيك قبل كده هو عملية عقلية نستخلص منها ايه? نتائج. كمان يا شباب الاستنباط بننتقل فيه من العام الى الخاص. يعني الكلام ده يا توني. هقول لك يا باشا. يعني هنا الاستنباط ده. المقدمات بتاعته بتبقى كلية. اما النتيجة بتكون جزئية. طب يديني مثال كده فور جزامبل. هقول لك مثلا. ها كل الطلاب ناجحون. محمد طالب. اذا النتيجة يا مستر تامر. محمد ناجح. صحيح لو ركزت معا كده هتلاقي المقدمة الاولى عام. المقدمة التانية خاص. النتيجة ما لها يا مستر توني. النتيجة خاصة. فهنا الاستنباط بنتقل فيه يا شباب من العام الى الى الخاص. ولو حضرتك ركزت سيكة. هتلاقي ان في الاستنباط دايما النتيجة بتكون اصغر من المقدمات. طب يا مستر تامر ايه هو بقى الاستقراء? هقول لك يا برينس الاستقراء عكس الكلام لكله. الاستقراء هو انتقال من الخاص الى العام. يعني الاستقراء بينتقل من حاجة صغيرة 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 لحاجة كبيرة. يعني هنا يا شباب في الاستقراء دايما المقدمات جزئية. اما النتيجة كلية. ولو لاحظت حاجة برضه هتلاحظ ايه يا برينس? هتلاحظ ان النتيجة اكبر من المقدمات. لان النتيجة فيها كلمة كل. هديك مثال. الحديدة تمدد بالحرارة خاص. النحاسية تمدد بالحرارة خاص. اذا كل المعادن ما له يا برينس? اذا كل المعادن تتمدد بالحرارة. فالنتيجة اكبر من المقدمات. يوم هنا في فرق جوهري ما بين الاستنباط ولا ايه? والاستقراء. دايما النتيجة في الاستنباط بتساوي او اصغر من ايه? المقدمات. اما الاستقراء فدايما النتيجة اكبر من المقدمات. في فرق تاني يا برينس. في فرق تاني ما بين الاستنباط والاستقراء. دايما يا شباب انا بستخدم الاستنباط في العلوم الرياضية. والمنطقية. اللي هي بتتم داخل ليه? العقل. اما الاستقراء فلا. فدايما في الاستقراء بستخدم مع العلوم الطبيعية. زي ما ارتدأ قبل كده. زي علم الفيزياء. زي علم الكيمياء. زي علم الايه? الاحياء. اللي هي العلوم النسبية المتغيرة. اما العلوم الرياضية المنطقية فهي علوم ثابتة مطلقة. فده فرق تاني ما بين الاستنباط والاستقراء. فالاستنباط علم يقين. اما الاستقراء علم احتمالي ترجيحي. احتمالي ترجيحي. تعالى بقى يا معلم نعرف الاستقراء عند ارستو. هو هو يا شباب اقامة البرانة على قضية كلية من خلال امثلة جزئية تؤيد صدقها. زي ما ارتدت من شوية. الحديد يتمدد بالحرارة. ان حاسي يتمدد بالحرارة. الصفيح يتمدد بالحرارة. اذا كل المعدن ما لا تراف عليك تتمدد بالحرارة. هنجري بسرعة بقى بينا يا شباب على انواع الاستقراء. هنا يا رجالة عندي نوعين من انواع الاستقراء. سهلين جدا جدا جدا. عندي حاجة اسمها استقراء تام واستقراء ناقص. الاستقراء التام يا شباب لتعريف. هو فحص جميع الجزئيات الظاهرة. امتى بستخدم هذا الاستقراء? لما تكون عدد الظاهرة قليلة. او ممكن او اقدر عد الظاهرة. مثال عدد او حصر عدد الطلاب داخل داخل الفصلة. فهنا الاستقراء التام ده هو استقراء ملهوش تلاتين الف لازمة. ليه? لان انا بستخدمه لما ايه? لما تكون الظاهرة اللي قدام او ظاهرة محكومة. عشان كده بنسمي الاستقراء التام استقراء تعدادي. او استقراء احصائي. عشان كده الاستقراء ده مش حلو. عشان كده الاستقراء ده هننقضه. هننقضه ازاي يا مستر توني? هقول لك يا باشا الاستقراء التام ده مثله مثل الحجة الاستنباطية. ينتقل من المقدمات الى النتائج. يعني يه الكلام ده? يعني النتيجة تلزم عن المقدمات. مع ان الكلام دوت ما يصحش نقوله على الاستقراء. الكلام ده بتاع الاستنباط. فعشان كده لما جده نقضناه. قلنا ايه? قلنا مثله مثل الحجة الاستنباطية. تساوى فيه المقدمات 일이يه؟ النتائج. هو ويفتقر للقفزة التنبؤية يعني يا مستر توني يفتقر للقفزة التنبؤية يعني ما فيوش جديد إبداع ليه ما فيش إبداع يا مستر لان اللي موجود في المقدمات نزل حضرتك فين في النتيجة فهو استقراء مثل هو مستر الحجة الاستنباطية يفتقر للقفزة الايه التنبؤية تاني حاجة يا مستر تامر فهو استقراء عقيم لا يأتي بمعرفة جديدة تالت حاجة استحالة حصر جميع الأفراد والأنواع أنا مش أقدر أعدي جميع الحيوانات مش أقدر أعدي جميع النباتات مش أقدر أعدي جميع الرمال مش أقدر أعدي قطرات الندى اللي هي نزلالة من السماء أو قطرات المطر فهو استقراء يستحيل أن أنا أقدر أعد فهو استقراء يا مستر تامر إسلام وسط الحجة الاستنباطية استقراء عقيم لا يؤدي لمعرفة جديدة هناك استحالة في حصر جميع الأفراد والأنواع ده بالنسبة للاستقراء التام اللي هو فحص جميع جوزايات الظاهرة أما الاستقراء الناقص لإسمي تاني إيه هو استقراء علمي ليه اسمه استقراء علمي؟ لأن العلماء يستخدمونه ليه يا مستر؟ لأن في حاجة اسمها قفزة تنبؤية مش بيرتزم بالمقدمات ويحط لك الكلام ده فين؟ في النتيجة لأنها يرتبط بالواقع ليه الفعلي لأنها يرتبط بالواقع ليه؟ الفعلي ينتقل من الجزئيات إلى الكليات يعني الحديد تتمدد بالحرارة أن حاسي يتمدد بالحرارة إذن كل المعادة تتمدد بالحرارة مش واجب علي أظهر في الأرض واجب كل المعادة عشان أختبرها عشان أختبرها يبقى هنا في استقراء تام واستقراء ناقص الاستقراء التام تعدادي إحصائي فحص جميع الجزئيات الظاهرة أما الاستقراء الناقص فهو علمي يمتلك للقفزة أو يمتلك قفزة تنبؤية مهمة جدا ترجمة نانسي قنقر